بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع اللقاء التاسع مع الفقهاء أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه وأن يجعل كل كلمة أنطق بها تستمعون إليها خالصة لوجه الكريم وثقلا في موازين حسنتنا يومنا القاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشرت في اللقاء السابق لأقوال فقهائنا وعلمائنا وأئمتنا من الصحابة والتابعين وغيرهم حول المتجرئين على الفتوى وحول تعاملهم أيضا مع الفتوى وأنهم ما كانوا يخجلون أبدا أن يقول أحدهم حينما يوجه إليه سؤال لا أدري بل كانوا يعدون ذلك من العلم بل وكانوا أيضا يعتبرون المكسر من الفتوى كأنه مجنون كما ورد عن ابن مسعود وابن عباس أن الإنسان إذا ما أفتع عن كل ما يسأل عنه فإنه لا مجنون ولذلك الإمام سحنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يقول أكثر الناس يعني إجابة على المسائل أقلهم علما أقلهم علما وربما كان أكثرهم علما كما قال قولا قريبا من ذلك الإمام ابن القيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام السحنون إمام له وزنه وله قيمته ومكانته هو صاحب المدونة والمدونة تعد المصدر الثاني للفقه المالكي بعد موطئ الإمام مالك الإمام سحنون وهو عبدالسلام ابن سعيد يعني المشهور بسحنون وسحنون هذا طائر ببلاد المغرب حد النظر فسمي الإمام عبدالسلام ابن سعيد أو وصف بسحنون لحدة ذاكرته وحفظه ولإلمامه بالمسائل مما هو معلوم أن أسد ابن الفرات نقل عن عبدالرحمن بن القاسم ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عبدالرحمن بن القاسم دا كان من أنبغ تلامزة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وقد تكلمنا عن القاسم باعتباره من فقهاء المدينة السبع الذين سيرد الحديث عنهم الإمام سحنون لما نقل أسد ابن الفرات المسائل من عبدالرحمن بن القاسم لما نقلها فالإمام سحنون نقلها وأخذها وراجعها مع عبدالرحمن بن القاسم وأضاف إليها وصوب ما فيها من خطأ وكمل ما فيها من نقص وعدد كل مسألة بدليلها أضاف إليها أدلة ونصوصا من الأخبار والآثار فظهرت المدونة بالصورة التي هي عليها الآن والمنسوبة للإمام عبدالسلام ابن سعيد سحنون رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين فذلك الإمام يقول يعني المكسر من الفتوى ده أقل الناس علما والعياذ بالله تعالى وأضفت قول ابن القيم ربما كان أوسع الناس علما هناك من كان يفت الناس في كثير من المسائل يعني الإمام ربيعة ابن أبي عبدالرحمن الذي أشرنا إليه في لقاء سابق السؤال هنا أحبتي من يفت الناس وده السؤال الكبير وهو زبدة هذا البرنامج تلك السلسلة إن شاء الله المباركة من الدروس والمحاضرات والتي أبغي بها رضى الله سبحانه وتعالى أبغي بها تجلية صفحة من الصفحات ربما تكون غائبة على بعض المسلمين وليس على كل المسلمين وفي نفس الوقت أن ننصف هؤلاء الآئمة الذين يتهمون من قبل بعض الموتورين جهلا بأنهم كانوا سببا في فتن وكانوا سببا في سفك دماء إلى غير ذلك مما يردد وتوسن به كتب التراث الإسلامي من يفت الناس؟ الجواب في الحقيقة ليس مننا نحن إنما الجواب سنأخذه من فم الآئمة قالوا العظماء الأتقياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أنقلوا لكم قولا للإمام الشافعي ثم قولا للإمام أحمد عن صفات من يفتي الناس وننتبه لذلك الأمر يقول الإمام الشافعي هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وأن يكون بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ أيضا وأن يكون عالما بالحديث كما هو عالم بالقرآن الكريم وأن يكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف أي بمعنى العدالة والأهلية كما سيرد وأن يكون مطلعا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا قريحة يعني زكاء وفراسة وفطنة فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فلا ينبغي له أن يفتي هذا كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضه وأنا كما قلت وأوكد دائما لم يدعي أحد الفقهاء أنه صاحب مذهب تفرد به عن غيره من الفقهاء ولم يدعوا واحد منهم الناس لاتباعه دون غيره ولم يجأهل واحد من العلماء السقاط غيره من العلماء والفقهاء دي قاعدة ينبغي أن نكون ملمين بها إنما ظهر التعصب بعد ذلك ربما بقرون ظهر التعصب بعد ذلك من قبل جهلة لديهم أفق ضيق وقلة علم أعيد كلام الإمام الشافعي لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله تعالى إلا رجلا عارفا بكتاب الله بنسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وتأويله وتنزيله بصيراً وما أريد به يكون بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما يعرف من القرآن وأيضاً يكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف وأن يكون مطلعاً على اختلاف أهل الأمصار ثم بالإضافة لذلك تكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي طيب ده قول للإمام الشافعي طيب عمّن الإمام أحمد بن حمل رضي الله تعالى عنه أرضاه ماذا قال والإمام أحمد هو تلميز للإمام الشافعي الإمام الشافعي ولد سنة 150 من الهجرة وفي 24 الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أرضاه ولد سنة 168 وتتلمز على يد الإمام الشافعي وكان شديد الحب والاعتراف بفضل الإمام الشافعي رضي الله عن الأئمة أجمعين طيب عمّن الإمام أحمد ماذا قال قال لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتياء حتى يكون فيه خمس خصار أولها أن تكون له نية فإذا لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور ثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة ثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس مضغه الناس الخامسة معرفة الناس أي بمعنى معرفة أحوال الناس الكفاية هنا كما سيرد الكلام بمعنى أن يكون مستكف من ناحية المعيشة وإلا مضغه الناس كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أعود لقول الإمام الشفعي يقول لا يحل لأحد أن يحرم عليه أن يفتي في دين الله إلا ردلا عارفا بكتاب الله تعالى هل يشترط للمفتي أن يكون حافظا للقرآن الكريم كله؟ لا لم يشترط ذلك أحد من الفقهاء لكن يشترط أن يكون له ارتباط بالقرآن كثير التلاوة للقرآن الكريم شديد الارتباط ملما بآيات الأحكام الآيات التي تحوي أحكاما شرعية أن يكون ملما بآيات الأحكام عدها يعني بعضهم بخمسمائة آية ومنهم من زاد على ذلك فعلى الأقل أن يكون دارسا للقرآن دراسة متأنية مستوعبة كل الخطابات القرآنية مستنبطا من الآيات الأحكام الشرعية يبقى أن يكون دارسا للقرآن دراسة متأنية لو كان حافظا فذلك خير إن لم يكن حافظا لكل القرآن الكريم على الأقل أن يكون له ارتباط وأن تكون له دراسة وفهم ووعي وتفسير لمعاني ومرامي وللأحكام المستنبطة من آيات الأحكام الموجودة في القرآن الكريم وأن يفهم مراد الشارع الحكيم من تلك الآيات وهل الأمر فيها للندب أم الأمر فيها للوجوب يستفاد منها يعني أمر مباح وهل الأمر فيها للحرمة أم للكراهة لابد أن يفهم تلك المعاني جميعا ثم بعد ذلك قالوا أن يعرف ناسخه ومنسوخه الناسخ والمنسوخ من القضايا التي يكسر الجدل حولها خاصة من قبل المرجفين ومن قبل المتطاولين على القرآن الكريم والمشاككين في القرآن الكريم يعني إيه ناسخه يعني إيه منسوخ ركزوا معايا بعض الإشيء أولا النسخ بمعنى الإزالة والمحو ده من حيث اللغة كما نقول نسخت الشمس الظلة بمعنى أزالت الشمس الظلة حينما يعني يأتي ضوء الشمس على ظل فإن الظلة يذهب ينمحي لا يكون له وجود ده من الناحية اللغوية لكن من الناحية الشرعية من الناحية الشرعية النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر أو متراخي كما قال بعض الفقاء نسخ أو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي بخطاب شرعي إذن لا يكون النسخ إلا بقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنص لا يكون النسخ بعقل باجتهاد أن أعطل بعض القوانين أو بعض الأحكام الشرعية كبعض من أعمل عقولهم في الأزمنة المتأخرة بتقييد تعدد الزوجات بضوابطه من يعني قال إن المرأة قد خرجت للعمل ولم تعد في حاجة إلى الرجل فلا بد أن نساوي بين الذاكر والأنثى في المواريث دا يريد أن يعطل الأحكام الشرعية برأي وليس بنص شرعي فمثل ذلك الكلام خبر لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد فرفع الحكم الشرعي بحكم شرعي أو رفع حكم شرعي سابق بحكم ودليل شرعي لاحق لا بالعقل ولا بالهوى ولا بالاتهاد الشخصي دا مفهوم النسخ وطبعا الآية القرآنية في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ونأتي بخير منها ربما البعض يعني يلتبس عليه المعنى نأتي بخير منها أولا الله تعالى نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مساني دا أحسن الحديث وكل كلام الله تعالى حسن فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتتبعون أحسن وأحسن هو كل القرآن الكريم حتى قصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص القرآن أحسن القصص وخطاب القرآن كلام الله تعالى في القرآن هو أحسن الكلام على الإطلاق أحسن الكلام طيب نأتي بخير منها نأتي بأنفع منها أنفع لمن لنا نحتو يسأل سائل طيب ما الحكمة من النسخ حكمة من النسخ أولا أحبتي ظل الوحو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لسلاس وعشرين سنة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة إلى يعني أن بلغ الثالثة والستين من عمره فاستمر نزول القرآن تقريباً 22 سنة وعدة أشهر قريب من الثلاثة وعشرين سنة والقرآن يتنزل طيب القرآن الكريم كان يتنزل على بيئة لا علاقة لها بالتوحيد بل تشرك مع الله تعالى غيره تدمن شرب الخمر تأيد البنات تقع في المنكرات ومعلوم أن رسالة الإسلام هي رسالة الخاتمة سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده لا رسالة بعد الإسلام هو رحمة للعالمين للناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم الناس لم تكن أو لم يكن الناس مهيئين لتلقي كل أحكام الشرع جملة واحدة من بداية الوحي أنما كانت الأحكام الشرعية تتنزل إما لغرس العقيدة وتقوية الجانب الإيماني أو لتعطيل بعض العادات والتقاليد البائدة الجاهلية التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أو لاستئصال ميل وإدمان لمنكر من المنكرات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فلو نزلت أحكام الإسلام جملة ربما لن يعمل بها أحد ربما لا يقبلها إلا نفر قليل سيرفضونها جملة واحدة إنما كان يكتفى في البداية بأن ينطق من يريد الدخول في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو مات دخل الجنة ثم بعد ذلك كانت هناك صلاة في أول النهار ركعتين وآخر النهار ركعتين قبل أن تفرض الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في رحلة معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاتجاه كان إلى بيت المخدس كعادة اليهود واندنصار يتجهون إلى بيت المخدس وظل الأمر هكذا مستمراً المنكرات كانت ترتكب من قبل المشركين المسلمون نأوا بأنفسهم أسلم من أسلم والخمر لم تحرم بعد ثم بعد ذلك لما ترقى ذلك القلب الإيماني الوليد وشب عن الطوق وأصبح مهيئاً لتلقي التشريعات هنا كانت تحل أحكام ما كان أحكام ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أي بأنفع منها وهذا هو يعني ما اخترته من أقوال المفسرين بأنفع منها للمخاطبين للمكلفين نأتي بخير منها أو مثلها وده أمر في الحقيقة أمر تربوي لا غضاطة فيه على الإطلاق طيب من الذي سينسخ الله ومن الذي يأتي بما هو أنفع الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك الأمر طيب حينما يتولى الله ذلك الأمر ما دخلي أنا لا دخل لي في الحقيقة أنا بعيد كل البعد عن تلك المسألة لكن في النهاية نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين خلاص اكتمل الدين تمت النعمة رضي الله تعالى لنا الإسلام بصورته ديناً فاكتملت نعمة الله وتمت نعمة الله تعالى هذا علينا ده مفهوم النسخ أحبتي بإيجاز واختصار طيب إحنا قلنا إنه التدرد في التشريع ده هدف وفايدة مستفادة من يعني مسألة النسخ هناك ناسخ وفيه منسوخ الناسخ اللي هو الحكم الجديد المنسوخ هو الحكم القديم هناك أنواع في الحقيقة أشير إليها باختصار للنسخ وطبعاً نحن نشير لكلام عمنا الإمام الشافعي أن المفتي يجب عليه أن يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه للمفتي تحديداً أنه يعرف السابق من اللاحق في علم اسمه علم تاريخ نزول القرآن الكريم تاريخ نزول القرآن الكريم ده علم صحابك ابن مسعود وابن عباس كان القائل منهم كابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله تعالى نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت بحضر أم بسفر بسغل أم بجبل أعلم أين نزلت وفي من نزلت بالليل بالنهار بالحضر بالأسفار ولو أعلم أحداً أعلم مني بالقرآن تبلغه المطايا لسافرت إليه إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد فكانوا يعرفون السابق واللاحق أسباب النزول أماكن النزول تاريخ نزول القرآن الكريم متى نزلت تلك الآية مش السورة الآية قبل أم بعد فكانت لديهم دراية تامة بذلك العلم وده أحد أفرع مادة وعلم يسمى علوم القرآن الكريم علوم القرآن الكريم أسباب النزول ويعني الحكمة من نزول القرآن مفرق تاريخ نزول القرآن الكريم يقول لك حتى لما تمسك المصحف يقول لك سورة كذا نزلت بعد سورة كذا سورة الخلم نزلت بعد سورة المدسر سورة يعني أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة بمجرد واستمر نزولها إلى قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الشرح نزلت بعد سورة الضحى وهكذا وهكذا ونزول القرآن لم يكن على وفق ترتيب السور الموجودة في المصحف الشريف فالفقه لابد أن يعلم السابق من اللاحق ليعلم الحكم الناسخ والحكم المنسوخ يعني حينما يقرأ قارئ يعني قول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ويقرأ قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بالتالي ربما لو كان غير متخصص غير عالم يظن أن شرب الخمر مباح بشرط ألا يستمر تأثرها على العقل حتى أصلي فما دمت وعيا حال صلاتي فلا غضاطة من وجهة نظر ذلك الشخص إنه يشرب البعيد الخمر لكن لما يعلم أن تلك الآيات سابقة على قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ده أمر رباني بالابتعاد تماما عن الخمر وشبهها بالأوثان رجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان وصف الخمر بأنها رجس فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما السابق وما اللاحق آه اللاحق يقينا سورة المائدة لأن سورة المائدة هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم آخر ما نزل بعض الفقهاء قال حوت يعني قريبا من ثمانين حكما شرعيا لم ينسخ منها حكم واحد كل الأحكام الشرعية في سورة المائدة أحكام محكمة ثابتة ليس فيها حكم واحد منسوخ إذن آية المائدة نسخت الحكم في سورة البقرة والحكم في سورة النساء لما تقرأ قول الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ طيب كيف يتفق ذلك الخطاب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث ده إشكال من وجهة نظر البعض لكن حينما تعلم الناسخ من المنسوخ وتعلم أن تلك الآيات نزلت قبل نزول آيات المواريس يُصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهنا ثلثة ما ترث وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترث إن كان له ولد إلى نهاية الآية الكريمة في سورة النساء الله تعالى أعطى للوالدين فبالتالي إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ده آية منسوخة وده رأي دمور الفقهاء خلافاً لبعضهم فالحكم هنا منسوخ منسوخ باللاحق الآيات التي نزلت في صدر سورة النساء لما تقرأ قول الله تعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً الآية في الحقيقة تفيد حكماً من ثبتت عليها تلك الجريمة الشنعاء فتحبس في البيت حتى تموت أو حتى يجعل الله تعالى لها سبيلاً أي حتى ينزل الله تعالى حكماً لاحقاً وهل نزل الحكم؟ آه ابتداءً من الآية الثانية في صورة النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولذلك لما نزلت تلك الآيات ترجماني الخرآن حبر الأمة ابن عباس قال قد يجعل الله لهن سبيلاً أو يجعل الله لهن سبيلاً قال قد يجعل الله لهن سبيلاً وبدون شك أن سورة النور نزلت بعد غزوة بين المصطلق ونزلت بعد الآيات التي نزلت في سورة النساء يعني سورة النور في السنة السادسة سورة النساء كانت متقدمة في النزول فبالتالي الفقه ينبغي أن يكون ملماً ملماً بمعرفة الناسخ والمنسوخ السابق واللاحق السابق واللاحق ويعني بواب في الحقيقة ويعني فرع الفقهاء يعني بعض الأنواع للنسخ ويمكن يعني للقرآن الكريم أن ينسخ سنة ينسخ سنة من السنن وده يعني كثير في الحقيقة يعني الصلاة في البداية كانت لبيت المخدس طيب لاتجاه لبيت المخدس كان من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنص قرآن لكن لما نزل قول الله فولي وجهك شعطر المسيد الحرام وحيث ما كنتم فألوا وجواكم شطرة فنسخ الحكم الأول بالحكم الثاني أمر آخر أن شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع التي سبقت ناسخة لكل الشرائع التي يعني سبقت والسنة أيضاً يعني كما هو معلوم تنسخ السنة تنسخ السنة يعني كان زواج المتعة ويعني حرم ثم أبيح لسلاسة أيام في فتح مكة ثم حرم إلى الأبد تحريماً نهائياً كما جاء في السنة الصحيحة عن حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم ده في الحقيقة يعني مفهوم النسخ دون أن نتوسع في ذلك الأمر كما قلت إنه لابد للفقيه أن يعرف الناسخ والمنسوخ أن يكون ملماً يعلم سابق من الله وأيضاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إنه يعلم السابق من اللاحق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممكن حد يتوقف عن زيارة القبور لو لم يدرك ويعلم حديث النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكروا الموت كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما نهى النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء سوى القرآن الكريم لا تكتبوا عني إلا القرآن لكن لما يسأل عبد الله بن عمر كما قلت في لقاء سابق أكتب عنك في الرضا والغضب فخل أكتب عني فإني لا أقول إلا حقاً فده إذن آخر بالكتابة كتابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالإذن اللاحق نسخ الأمر السابق ينبغي على الفقيه أن يكون ملماً بذلك المسألة أخبتي ليس مسألة سهلة ربما يقف بعض المبتدئين المتهدين على نص أو حديث فيظنه دليلاً على حكم معين وغعب عنه أن ذلك الحكم قد نسخ من الذي يعلم ذلك؟ سيارفت ذلك العلم دراسة أسباب النزول تاريخ النزول السابق واللاحق من السور والآيات القرآنية هذا الأمر تلك الدراسة تساعد الفقيه على معرفة الناسخ من المنسوخ طيب وأن يكون عالماً بالمحكم والمتشابه من القرآن الكريم يعني إيه المحكم والمتشابه؟ عندنا قول ربي سبحانه وتعالى في صدر سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوي له إلا الله والرسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني فيه آيات محكمات وآيات متشابهات نعم بنص كلام رب العالمين يعني إيه محكم؟ ويعني إيه متشابه؟ المحكم كما قال علماؤنا هو الذي له وجه واحد يعني يفهم منه معنى واحد أو هو الذي لا يحتاج إلى طويل إمعان نظر في فغمه ومعناه أو هو البين الواضح ده المحكم ده خلاصة ما قاله الفقهاء والعلماء ما عرف المراد منه ما لا يحتمل إلا وجها واحدة ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان حينما يقول ربي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقاربوا الزنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجي سم من عمل الشيطان فاجي تنبوه يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الآيات التي تحوي أحكاما شرعية لا تحتمل إلا معنا واحدا والمعنى ظاهر واضح دي الآيات المحكمات طيب المتشابهات دي في الحقيقة يعني توقف عندها العلماء طويلا المتشابه قالوا ما يحوي أكثر من معنى يحتمل أكثر من معنى يعني الكلمة أو الآية أو الخطاب يحتمل أكثر من وجه من الوجوه البعض ضرب أمثلة لذلك يعني ككلمة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ القرء القرء في كلام العرب بمعنى الحيض والقرء أيضا بمعنى الطهر أي النقاء من الحيض فالمطلقة تمكس سلاسة أطهار أم ثلاثة قرؤ داخل فقه الأحناف لهم رأي غيرهم كالشافعية والمالكية لهم رأي آخر إن القرء عندهم بمعنى الطهر النقاء من الحيض عند الأحناف مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة قد انتهت عدتها واللغة حمالت أوجه كما في قول الله تعالى أو لامست من النساء الملامسة عند كثير من الفقهاء ابتعني معنى معين مجرد اللمس عند الأحناف الملامسة تعني أمرا أبلغ من اللمس فالملامسة تعني أمرا آخر أبلغ من اللمس دون تفصيل فعندهم مجرد الملامسة لا تنقض الوضوء عند غيرهم كالشافعية والمالكية بضابط والحنابلة أيضا أن مجرد الالمس ينقض الوضوء والحنابلة أيضا ربما أخف من مذهب الإمام الشافعي في المسألة فقالوا يعني مثل تلك الكلمات مشتركة المعنى التي تحوي أكثر من معنى من الآيات يعني التي تشتبه على الناس منه آياتهم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وقالوا المتشابهات ده رأي ساني كالحروف المقطعة التي في صدر كثير من سور القرآن الكريم أو المعاني الموجودة كصفات الله تعالى التي لا يعلم تأوي لها إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أقوال الفقهاء والعلماء فالفقه لابد أن يكون ملماً بتلك الأمور بالمحكم والمتشابه يبقى إذن حاصل المسألة والخلاصة القول في موضوع المحكم والمتشابه الوارد في القرآن إنه من جاهة اللغة لا تنافي على الإطلاق في أن القرآن الكريم جميعاً محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فالقرآن الكريم من ناحية السب واللغة القرآن الكريم جميعاً محكم كما هو معلوم وأنه متقن غاية الإتقان وهو أيضاً متشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضاً أما من جهة الاصطلاح فالمحكم ما عرف المقصود منه والمتشابه ما غمض المقصود منه وطبعاً الأصليون لهم رأي المحكم ما عرف المراد منه كما قلنا ولو بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه كالحروف المقطعة ولذلك يعني كثير من الفقهاء ألفهم مؤلفات تفض بعض الإشكالات كتأويل مختلف القرآن أو متشابه القرآن ومختلف الحديث للعلامة ابن قتيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضاً كتاب للشيخ العلامة محمد بن الأمين الشنقية الصاحب أضواء البيان له كتاب اسمه دفعوا إيهام الاضطراب عن آي الكتاب دفعوا إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ودي مؤلفات لعلمائنا وفقهائنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه يبقى إذن الفقه من ضمن الشروط أحبتي أن يكون ملماً عالماً بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والتنزيل والتأويل والتنزيل بتفسير القرآن الكريم يطلع على تفسير آيات القرآن الكريم في الكتب وكل تفسير أحبتي يعني له مزاق خاص به يعني على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري ده تفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ده تفسير بالمأثور ويعاد تفسير الحافظ ابن كثير امتداد لتفسير الإمام الطبري رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين لأنه في الغالب تفسير أيضاً بالمأثور تفسير الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه أرضاه هو تفسير وعظي وتفسير فقهي لكنه يميل لمذهب الإمام مالك باعتبار الإمام القرطبي أحد أغطاب الفقه المالكي ولذلك لما يورد آية من الآيات القرآنية كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول لك الآية دي مسألا فيها عشرين مسألة يأتي لآية من الآية يقول لك الآية دي فيها سلاسون مسألة ويبدأ في الحقيقة يعني يتكلم على النواحي اللغوية وربما جوانب القراءات ثم الجوانب الفقهية ويتطرق لمسائل كثيرة جدا ووعظية وتربوية مستفادة من تلك الآية تفسير الكبير للإمام الرازي يعني تفسير فكري عقلي يحتاج إلى صفاء زهن عند القدوم والدخول على ذلك التفسير وفيه رد في الحقيقة على الفلاسفة والمتكلمين كثير من كتب التفسير يعني كل تفسير له مزاق خاص ولذلك ينبغي للفقه أن يطلع على تفسير الآية في أكثر من تفسير أكثر من تفسير مرات لما كنا نحضر لمحاضرة أو لدرس أو نبحث عن حكم من الأحكام كنا يعني نبسط ونفتح الكتب بجوارنا ويعني نجلس في وسط تلك الحديقة الغناء بكتب التفسير لنرى يعني الجديد عند كل مفسر من هؤلاء المفسرين وما هي الإضافة التي يستفيدها الفقيه من أمثال هؤلاء الفقهاء والعلماء واليوم بفضل الله تعالى توجد كتب التفسير جميعا على الإنترنت ويعني التفسير الإلكتروني بيأتي لك بكافة يعني تفسيرات الآية حول آية معينة بكل التفسير التي تطرخت لتلك الآية الكريمة فالأمر في الحقيقة أصبح جدا ساغل بخلاف ما يعني كان الحال عليه من عشر أو عشرين سنة أو للسابقين الذين سبقون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أيضا كما قلنا يعلم كل ذلك من ضمن العلوم التي ينبغي عليه أن يعرفها المكي والمدني مكي من القرآن والمدني والمكي هو الذي يعني نزل بمكة أو له ضابط آخر سهل وضعه العلماء كل قرآن نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى ولو نزل خارج مكة لو نزل بالطائف لو نزل في أي مكان وكل قرآن نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني وغالبا القرآن المكي له مميزات تميزه والقرآن المدني له مميزات تميزه فقالوا كل سورة إلا البقرة يعني البقرة فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كل سورة فيها يا أيها الناس فهي سورة مكية سورة مكية السور يعني قصيرة الآيات في الغالب تكون سورة مكية كل سورة فيها كلا فهي سورة مكية كل تلك يعني دي مميزات في الحقيقة تميز المكي عن المدني القرآن المدني فيه تفصيل لأنه فيه جانب تشريعي طول السور يتميز بطول السور بكسرة يا أيها الذين آمنوا التشريعات والأحكام الشرعية جميعا كانت في القرآن المدني القرآن المكي كان فيه غرص للعقيدة تأكيد للإيمان بالله تعالى بقدرته وعظمته أيضا غرص قيمة الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور إلى غير ذلك من المميزات وينبغي على الفقيه أن يكون ملما بالمكي بل أن يكون مميزا للقرآن المكي عن القرآن المدني نواصل المسيرة بمجيئة الرحمن الرحيم في لقاء قادم قريب أكتفي بهذا القطر مواصلا بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدر للفتوى أكتفي بما قلت ضارعا إلى ربي القدير أن يجعل كل ما قلته خالصا لوجه الكريم سيقلا في موازين حسنتنا أجمعين أشكركم لحسن استماعكم وطيبي اجتماعكم أستودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته